أهلا بكم نهاردة هنتكلم عن الأستاذ صاحب القامة الفنية الفريدة محمود ياسين محمود ياسين زي ما قولنا قبل كده ما كانش مجرد فنان وعد علينا والسلمة المصرية مليئة بالفنانين العظام لكنه كان بطل جيل بأكمله فنان كانت كل اختياراته لها معنى ولها أثر والمعنى والأثر مهمين جدا لأن دول اللي بيفضلوا بعد الرحيل محمود ياسين ترك لنا إرث كبير جدا واسع جدا متنوع جدا من السينما بأشكالها بأنواعها من المصرح اللي كان صوته بيجلجل فوق خشبة المصرح من الدراما والمسلسلات من مسلسلات الإذاعة محمود ياسين ما بين الرومانسي والفتى الحبيب وبين الرجل والجندي الوطني وبين أدوار أخرى بعضها كوميدي وبعضها غير كوميدي بعضها يمكن أكثر تعقيدا محمود ياسين أدم كل الأدوار وكان زي ما قلت لكم جيل فتى جيل بأكمله ترك لنا إرث واسع ولكن أهم ما في هذا الإرث أن له معنى وله أثر وكم من التصفيق سمعه في حياته وكم من التصفيق والحب ربما لم يعرفه ولكن كان بعد رحيله اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي لأنه فخورا أن أنا موجودة معاهم الحياة لأملاق الكبير أملاق آخر موجود معنا من السينما والمصرح الفنان الكبير عزة العليلي أنا بيشرفني جدا حضرت موجود معنا أستاذ عزة فنان الكبير سمير صبري أيضا رفيق ضرب وسنوات طويلة وإنتاج وأشياء أخرى وأفلام مع الأستاذ محمود ياسين وطبعا معنا صديقنا وزملنا طارق الشناوي النقد الفني اللي حيرافقنا رحلات عديدة في هذا الشأن أهلا بكم يا سادة ويعني حضرتكو التلاتة رفقتم وعرفتم من هو محمود ياسين وهبتدي بيك يا أستاذ عزة أنا عارف أن أنتو عملتوا أفلام سوى يعني وقيدة ضد مجهول الأقوياء على من نطلق الرصاص لا تتركني وحدي صحيح مين كان محمود ياسين في جيله كفنان محمود ياسين موهبة يعني موهبة ربنا سبحانه وتعالى وضح فيه يعني عنده التلقائية وعنده درجة الفهم السريع والاستعاب يعني لما تيجي تقولي مثلا في الإنجل يعمل يحفظ يحفظ ويركب الموقف ويتخياله وينفزه كل ده في ثواني محمود كان كده كان بسم الله ما شاء الله سريع ودقيق وفي نفس الوقت تسقي فيه يعني أنا كمخرج مثلا مطرح المخرج على طول أسق في محمود ياسين فورا لأن ما عندهوش تردد عنده ثقة بالنفس واعي كويس جدا محب لمهنته جدا 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 عاشق لأصدقاءه وأصحابه كل اللوكيشن أصحابه ما فيش أي يعني أي دفوق أو في حاجة يعني تعاكني من مزاج محمود ياسين لأن كلهم بيحبوه وكل الكاست حبوه وكل العمال وكل الناس اللي بتشغل في الفيلم حابين محمود ياسين حضر يا كنت بتقول لنا قبل الهوى أنه إحنا كنا جيل بناخد الشغل بعد محمود ياسين اللي الشغل اللي ما ياخدوش وأنا بشكرك على هذه الجرأة والشجاعة أنك تقول يعني أنت عزة العليلي مش قليل لكن كنت يعني إيه يا أستاذ عزة لا يعني هو يعني من كتر يعني يعني محمود كان طاغي علينا كلنا يعني محمود كان له الأولوية في جميع الجميع الشركات يعني إحنا صحيح كنا بالحاجات اللي بتسقط منه أحيانا فكنا ناخدها يعني كنت أنا وحسين معرفش نور الله يرحمه كان ليه سكة تانية خالص نور كان شاطر جدا برضه إنما يعني لتقاربنا من بعض أنا ومحمود وحسين فاهمي فكنا الأدوار اللي أحيانا محمود ما بعملهاش شغله في أفلام تانية وهو الأخير كنا أحيانا إن إحنا ناخد هزي يعني في فيلم إيه عملوش محمود ياسين وحضرتك عملته مثلا الاختيار 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 كان هو مرشح في الأول كان هو مرشح جدا في الأول وأنا كان وقتها هو بيعمل مصرحية اسمها جيفارة في يوسف شهين الله رحمه رشحه قال لي أنا سامع إن فيه ولاد كويس في المصرح القومي قلت له طيب اسمها تعالى هو بيعمل جيفارة في المصرح القومي فخدت يوسف وديته المصرح وخدته في الكواليس عرفته على محمود ياسين سلم عليه قال له اتفق بقى مع عزة فقلت له يا محمود عدي علي في البيت خد نسخة وبعدين ننزل أنا وأنت نروح الشركة الانتاج عشان تمضي للعقد كل ده في 24 ساعة كان فيلم الاختيار كان هو هيعمل فيلم الاختيار بعدين حصل للدنيا بقى لا حصلت حكاية تانية يوسف كلمني الساعة أربعة الصبح مرة قال لي ممدوح قلت له ممدوح مين قال لي ممدوح اللي انت ودتني قلت له ممدوح مين محمود ياسين قال لي أيوة محمود ياسين قلت له مالو قال لي حيشغل مع حسين كمال في نحن نزرع الشوك نحن نزرع الشوك لا حنطرح الشوك في شغل مع حسين كمال ورمسيس نجيب في فيلم حنطرح الشوك قال لي نحن نزرع الشوك يا جوك قال لي أيوة لا ما اشتغلش معي ما دام هشتغل مع حسين كمال ما اشتغلش معي يا رجل يطول بالك الشغول أنا مش عادة اتضح ان الإدارة بتاعة مدينة السينما هتشيل منه الفيلم لو ما دخلش في المعادل في المعادل المحدث قال لي ما فيش فايد وما عملش محمود ياسين الاختيار ما اللي هو قولك كان هو اللي هيمثل الاختيار يوسف شايد نفسه؟ هو يوسف ده أي عبد بينزل وانت اللي هتخرج ما هو المستاذ عزة هو ليه تتكلم مع محمود ياسين كونان هيموه هيخرج من الأول يعني ما هي عايزة شخص لماذا لما محمود فالسع يعني سابق يوسف كان هيعمل الفيلم وقال لي انت ورا الكاميرا زي عبد حي أديب الله يرحمه مكان في باب الحديد وحمد ويوسف وانا هتها أكتب الكوباش وانت ورا الكاميرا وانت بدالي وهو يمسل قلت له ماشي والله فكرة هيلة جدا على أساس ان انا داخل معهد انا داخل معهد اتعلم اتخلاك بعدين مرة يكلمني الساعة أربعة الصبح قال لي انا مش عارفة نام قلت له ايه مش عارفة نام ليه قال لي لا انا مش بتخيل ان انا سناني متنيلة وشكلي وحش لا مش هعمل حاجة وانت لا تعمل وكانوا وانخدت الفيلم دور طبعا طبعا كبير صبري يعني هذه الحكايات أكيد حريك برضو تعرف عنها كثيرا لكن حضرتك مع محمود ياسين ايه 12 فلم تقريبا تقريبا يعني الجلسة سرية ده قلب حبه كبرياء وأفلام كثيرة جدا منها ما كان انتاج محمود ياسين جلسة سرية كان انتاج محمود ياسين جلسة سرية بالذات تكلمني عن محمود ياسين انت كنت بتشوف محمود ياسين ازاي وحريك كنت صاحب كل هؤلاء الفنين لا احنا البداية مع بعض كان في فيلم اسمه اختي اختي كان عمل وبعد نحن ولا نزرع الشوك على طول ووقتيها كنت بادي انا برنامج النادي الدولي في التليوزيون ففترات الاستراحة كان يجي جنبي ويقول لي احاخدك معي للتليفون ما كانش فيه موبايلات وقتين والدتي في بورسعيد بتحبك في النادي الدولي ايه انخوا ربيا ونفسها تسمع صوتك ممكن تكلم والدتي فاروح معاه للتليفون وانا حبيت فيه حب الامه بالشكل ده مش مرة طول ايام التصوير كل ما نبقى فاضين ولا حاجة تعالى نكلم تكلمي والدتي وهي لما تكلمني بقى تقول انا بحبك قوي انا بحب برنامج بتاعي يعني كان سمير صبري اشهر في ذاك الوقت من محمود ياسين ايه من التليفزيون من النادي الدولي طبعا من التليفزيون لكن في السينما هو عمل بقى نحن نجرع الشوك واثناء اختي كان في يوم من الايام قال رمسيس نجيب حيجيب فاتن حمامة تتفرج على شغلي عشان هو حيعملها فيلم لإحسان عبدالقدوس ده الخط الرفيع بقى هو الخط الرفيع كان مرعوب لفاتن حمامة ما يعجبهاش يعني ولما عرف من محسن عالم الدين ان ان فاتن حمامة قالت اوكي الولد ده كويس يا الفرحة بتاعته اللي كان الفرحة بس اطول وقت انا قضيته مع محمود ياسين الانسان واحنا بنعمل الوفاء العظيم في مدرس الساقة في الإسماعيلية لان كان ثلاث ايام كده ما كانش بينزل كان بيبات هناك زي عشان نسحى بادر الصبح نعمل الحاجات المعارك والاشياء ده اثناءها قال لي انا بحب المسرح اكتر من السينما والمسرح القومي بالنسبة لي هو الحلم يعني انا مثلت مع شدية ومثلت مع فاتن حمامة لكن المسرح بالنسبة لي لما قف قدام سميحة ايوب ولا قدام سناء جميل ده بالنسبة لي بيبقى حلم كنت بقى حلاو انا في بروسايت محمود ياسين كإنسان حبوب قوي تحب تعادي معه وتحب تسمع كلامه ومالوش في النميمة ومالوش في يعني بيتوتي قوي يحب بيته يحب شهيرة ويحب الولاد ويحب وحتى فلوسه استثمره عمل استوديو تسجيلات صوتية وقت من الاوقات يعني يعني في نفس الفيلد بتاعنا مش في حاجة تاني غير الافلام اللي انتاجها طبعا هنرجع للانتاج عشان اسألك على قصة الانتاج بس طارق يعني وأنت تؤرخ او تكتب عن السينما المصرية والفن عموما ماذا تقول عن محمود ياسين وانت قلت ان هو كان يعني فتى جيله كان بلا منازع على الحقيقة ومحمود ياسين الله رحمه موجود بيننا كتبت كان عيد ميلاده فقلت لو لم نجده عليها لاخترعناه ليه؟ في النص التاني من الستنيات كان الجنات القبار احمد مظهر وكمال الشناوي وروجدي وكل وفريد وهو وهو كبروا ومحسن ومحسن كل دول كبروا كبروا طب السينما لازم يكون فيها فتح اول فيها جان حاولوا قبل محمود ياسين اكتر من محاولة ان هما يخلقوا جان لكن الناس لم تختار سوى محمود ياسين يعني اختارت كان في محاولات مدنية لعمل جان لكن الجمهور هو اللي احب محمود ياسين كان مثلا طلع في ادوار صغيرة في الاول حتى فيلم القضية بتاع سلاح ابوسيف كان سلاح عايز يخليه بطل يعني يفكر يبقى البطولة له فرمسيس نجيب اللي هو بعد كده بقى على طول بيجيب محمود ياسين كان الان لانه كانت مرفت امين برضو واجه جديد فالك مش هلعب بواجهين جدد لأول مرة فيلم مهم فتأجل شوية بس يحسين كمال كان في نحن نزرع الشوك مجرد ثلاث افلام في ادوار صغيرة وجفة الامطار بتاع سيد عيسى هب في نحن نزرع الشوك بقى هو البطل لان في شيء من الخوف كان دور صغير لكن وهو بيعمل نحن ولا نزرع الشوك بيبقى فيه الوسط الفني بيتكلم كتير ففجأة تنهال عليه عروض قبل عرض الفلم من فرط هذا النجاح لما تلاقي مثلا في السبعينيات ممكن تسعة وسبعين او حاجة يعمل اتناشر فيلم اتناشر فيلم بطولة زي ما له استاذ عزة قال كان هو رقم واحد عند شركات الانتاج هو العمق بتاع محمود ياسين انه هو الممثل قبل النجم هما بيجيبوك نجم مؤكد عشان التسويق في الداخل والخارج لكن العمق الحقيقي له هو ان الممثل اللي هو عارف يعمل ايه صحيح؟ زي ما قال كان استاذ عزة قال ولا سميرة حكايت انه كان عايز المسرح انت قلت المسرح فعلا يعني هو جاء من بول سعيد لكي يقف على خشبة المسرح القومي اساسا لكن عشق الكاميرا له وطبعا اضواء الكاميرا طبعا خلت انه يبقى الرسيد السينمائي هو الرسيد الاكبر وهو اللي دايما وهو الابقى والموثق ما تنساش كمان يا طارق سفر عمر الشريف بعد لورنس فما بقاش في عمر الشريف اللي كان طالع عامل بردو بس كان بردو هيبقى كبر هما كبروا يعني كانت السينما عايزة عايزة سن سن محمود السينما طب خلونا نبدأ نتذكر معا يعني هذا الربريتوار الكبير جدا لمحمود ياسين ونبتدي بفيلم من الافلام اللي اللي مثلها مع الأستاذ عزة العليلي لا تتركني وحدي دا كان سنة 75 نفتكر مع بعض في بيروت اه نفتكر سواء تفتكر ايه عن هذا الفيلم يا أستاذ عزة افتكر انه كان من احلى الافلام اللي انا عملتها كله صور في بيروت ببيروت 75 75 وكلنا يعني مجموعة ظريفة جدا جدا كان محمود الله يرحمه وميرفت والأستاذ حسى الإمام ناهد شريف ناهد شريف ناهد شريف لا لا ناهد شريف بالضبط صح وإيه السيناريو اللي فينا جيب محفوظه شيكسبير يعني النصوص كانت نصوص يعني مكتوبة بحكمة وثارية جدا غنية جدا 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 كان فيه سيناريستات كتير جدا جدا محترمين جدا وجيدين جدا ويعني ليه بيروت ليه عملتو في بيروت هالفاكر ليه عملتو في بيروت التاج المنتج لبناني وحبي أستسم الفلوسه في وطنه يعني في بيروت يعني إنما كان المناخ العام الشغل مع الأستاذ حسى الإمام الله رحمه بديع إنه كان راجل طيب جدا وظريب جدا وابن نكتة وابن بلد يعني متحسيش بالوقت وإننا بطول ما إحنا بنشتغل عايشة في جو مرح جدا لطيف جدا حلو جدا خصوصا لما يكون أصدقاء موجودين زي محمود ياسين مرفة أمين ناهة شريف الله يرحمها كل اللي موجودين الكست كله حتى العمال اللي كانوا صحابنا حتى المساعدين صحابنا يعني راح يماشي من اللوكيشن زعلان إن اليوم خلص المنافسة ما كانش فيه منافسة يعني أنتوا برضو جيل قريب من بعض فالفكرة المنافسة إنه يبقى الفيلم فيه عزة العليلي ومحمود ياسين لا منافسة شريفة جدا وحبوبة جدا وأصدقاء إحنا جدا 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 برا للسوديو وداخل السوديو وحتى لما نلتقد فيه مناسبات والله والآخر يعني بلوحش بعض جدا يعني أنت كنت فيه ما جيتش ليه عمال يعني دايما نسأل بعض ودايما فيه وحدة منا ومن بعض ودايما فيه وقام وفيه يعني فيه فنانين حقيقيين حقيقيين ما إحناش مثلا ما فيش حدي بغير من التاني ودي غريبة جدا أنا ما كانش فيه الغيرة دي لا لا أبدا 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 بيتاخد في كل الأفلام نجم شبات ما فيش كل مخرج بيقول أنا عايز محمود ياسين إيه اللي خليه يصرف من جيبه وينتج نشوف في الجلسة السرية هو صيح 85 لكن 86 هنشوف هذا المشهد ما يجمع سمير صبري ومحمود ياسين الجلسة السرية 86 لماذا أنتج محمود ياسين ستة أفلام تقريبا أنتج هو أنتج قبل كده ما أنتج أي بس يعني ليه أنتج ليه لا يعني يعني جلسة السرية هو قصة حقيقية حصلت في اسكندرية وحكاها نبيل عسمة الله يرحمه الكاتب بالسيناريست هو اللي كاتب الرواية يعني فكنا عاديين في كندا كنا في رحلة عاملين رحلة مع وزارة السياحة لصالح مصر يعني وبعدين فنبيل عسمة بيقول تصوروا في اسكندرية حصل كذا 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 وحكا حدوتت جلسة سرية جلسة سرية فمحمود قال له أنا عايز أعمل الفيلم ده وكتب نبيل عسمة الفيلم في كندا وأمريكا أثناء الرحلة اللي احنا كنا عاملين مع وزارة السياحة وبعدين لأنه إنتاج محمود ياسين بتاخدوا فلوس؟ مكسوف يقول لنا تاخدوا كام فبعدتنا مدير إنتاج أنا ويسرة بعقد يعني فقلنا له بعدين 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 طول التصوير يجي هو يوشوشني كده يقول لي يعني طب امضوا العقد عشان ارتاح خلصنا الفيلم ما كناش لما بينا عقد ولا خدنا فلوس بحب لمحمود ياسين والشهيرة عاملة أحلى أدوارها في الفيلم ده كمان فالفننة ما بينتج بينتج لأنه عايز يحقق شيء يمكن شايف إن المنتجين التانين مش حيضروا يحقق أغول بس دي مصاريف وفلوس وتكلفة بس متعة يعني أنا ما عملت جحيم تحت الماء تحت المية ونتعلم الغص ونعمل مش كل ده حلو في المهنة يعني المهم عايز أقولك إن الست سبع أفلام اللي أنتجها معمود ياسين أحلاهم هو جلسة سرية المهم أبطت ولا لا؟ أبطت يعني في الآخر ولا ما أبطتش؟ أبطت ولا لا؟ مش مهم مش مهم خلاص محمود وقف مع محمود وقف مع جميلات السينما كلهم يعني بدأ بشدية في نحن لنزرع الشوق وبعدين دخل فتن حمامة وبعدين دخل سميرة أحمد نجلق فتحي وفي أسرة طبعا في بدايتها بنكلم عن الجيل القديم مجدة صباحي الأقل ومجدة أنف وثلاث عيون وناديا لطفي وطبعا دخلنا ونبي لعبيد وخليني أعطينا عند فاتن حمامة وفاتن حمامة الخيط الرفيئ ده فيلم بالنسبة لنا كلنا حفظين الحوار ليه الخيط الرفيئ نقطة تحول مهمة لمحمود ياسين؟ لأنه زي ما قال سيد سمير أنه كان اعتراف من فاتن ما هو عمر الشريف نفسه ما اشتغلش مع يوسف شاهين إلا لما فاتن وفقت على أنه يشتغل يبقى هو البطل فهي يعني هو ده بداية الاعتراف الأهم في الموضوع ده أنه محمود ياسين كان يجمع بين الأجيال يعني فاتن ومجدى وساميرا وشادية جيل بعد كده بنخش على نجلاء وميرفت جيل وبعد كده يبقى فيه يوسرة وليلة إزاي قدر يجمع بين ثلاث أجيال وهو يفضل هو النجم الأول ويفضل هو الفتاة الأول ونصدقيه وانت بتشوف الفيلم مصدق محمود ياسين مع فاتن وشادية ومجدى وناديا لطفي ومصدقه مع سعاد ومصدقه مع ميرفت ومع نجلة طبعا مع نجلاء فاتحي يعتبر من أشهر التنائيات وصيح دي قضاية مهمة جدا إزاي إن هو قدر على مر الأجيال يبقى الفتاة الأول قدام كل الأجيال دي يا أستاذ أيضا؟ بسيش إن في حاجة اسمه لك يعني الحظ طبعا في الشكل بالإضافة إن هو يعني مش اعتمد على الحظ بس لا هو كان إنسان وديع جدا وإنسان خلوق وإنسان يعني حلو الحديث ويعني أنا كنت أبقى أسعد جدا لما بنشتغل مع بعض أو بنتقابج يعني أنا وهو وبالذات ونور الشريف الله رحمه يعني كان في محمود ياسين الله رحمه كان إنسان يعني لما مسك المصح القومي حسيت إن هو في مكانه بقى مديرا للمصح يعني لما بقيت يعني بقيت فرحان جدا جدا وبقينا نتكلم ونفكر في مصحيات جاية وحنعمل إيه يا محمود وهو يعني كان يكلمني يعني متفكر في إيه مصحيات وممكن نعملها ونغزل يعني كان بالصمرار فيه وقام بينه وبينه حتى بالذات لما قلت لحضراتك لما راح للمصرح محمود محمود كان قيمة إنسانية عالية جدا 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 وكان يعني يتغاضى عن حاجات كتير جدا بمنتهى التواضع يعني أنا شفت حاجات كتير جدا جدا زي إيه يا أستاذ عزيز؟ يعني ما كانش يلتفت إلى مثلا يعني حد يكتب حاجة عنه يعني أنا كنت أقول له يا محمود أنت ترد لازم ترد على بالذات في وقت إدارته للمصرح القومي يعني أنا مش مش عايز أخسر حد يعني دايما كان دا منطقه يعني يعني بسم الله ما شاء الله عليه الله يرحمه الله طيب خلونا نتذكر الخيط الرفيع إحسان عبدالقدوس طبعا والعظيمة فاتن حمامة والحقيقة دا فلم مهم لمحمود ياسين وللسينما المصرية طبعا صحيح